في واحد حس ان هو هدئة القدر لمارسل كولر ومارسل كولر او هدئة القدر ليه احمد نبيل كوكا فجأة اتتكلم في وسط ملعب النادي الاهلي السنة اللي فاتت في مران عطية وفي حمد فتحي وفي أليو ديانج الان بقى في مران عطية وامام عشور واحمد نبيل كوكا اتنين اتغيروا في نص ملعب قوة جدا والنص الملعب بقى اقوى كمان من الموسم اللي فات او على العل نفس القوة بتاعت الموسم اللي فات طيب تعالى تيجي نبص على ارقام احمد نبيل كوكا بمتتكلم عن ليه لعب النهارة 88 دي لمس الكورة 64 مرة تمريراته صحيحة كريم 54 من اصل 58 بنسبة 93% وده رقم كبير جدا 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 لا الرقم ده والله معلش اللي المقنش الناس بتسبب سياها هي كده يعني ده رقم يا مرش غير توني كروز ده حقيقي كرات الطويلة لعب اربع كور طويلة من اصل 6 مع الفارق يا جماعة انا جايبه بالزبط عشان اكلمك عليه تدقلات الارضية النجاح الكسب اتنين شتت الكرة واحدة وفقد الكرة سبعة ده يعني ده طبيعي بتاع لعيبة نص الملعب بتاعت النادي لاي تيجي بقى نرجعني قبل ما نخش بحيات نتكلم عن حاجة مهمة جدا احمد نبيل كوكا النهاردة كريم في حاجتين الحاجة الاولانية اه اردونا جماعة الهيت ماب كمان طبعا بص الراجل بيتحرك في كل حتة في الملعب مع ان هو مفروض بيميل ناحية الشمال بتاع تعلي معلوله حسين الشحات هتلاقي راجل في كل حتة في الملعب الراجل عنده 3 رئيات زي ما بيقوله اكتر واحد بيجري في نص الملعب النادي لاي تعب اقول حاجتين سريعا قبل ما نخش على الحاجة حاجة الاولان ايه سبب من اسباب تقلق الكبير جدا لامام عشور احمد نبيل كوكا احمد نبيل كوكا مدي اريحية هو مرانة عطية ايوة عشان باس مرانة عطية لازم اخطي لا 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 احمد نبيل كوكا مرانة عطية سنائي قوي جدا 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 كلعيبة رقم 6 او الدبل بيفوت او اللعيبة اللي هي بتطلع بالكرة لان اللعيبة دي مميازة جدا ان هي بتحمي امام عشور اللي على طول زايد في الناحية الاوجمية دي اول حاجة تانية حاجة ودي المهمة جدا ان احمد نبيل كوكا هو اللي اول قلب مارسل كولر ان يقعد واحد زي اليو دانج قولي انت مين مدير فني في الدنيا يجيله قلبي يبقى عنده واحد زي اليو دانج هو احمد نبيل كوكا تيجي نتفرج على احمد نبيل كوكا النهاردة عمل ايه عشان الفوكس كله كان عمارة عطية ومارة عطية يستاهل كان نجم من النجوم المباراة ولو اني يعني عندي تعليق شوية انه كان ممكن في واحدة من الكورتين دول كان ممكن يضطرد تعالى بقى نتفرج على احمد نبيل كوكا وشوف هو ازاي بيساعد النادي الالف خروج بالكرة بص هنا لحظة بقى احمد نبيل كوكا مين اللي بتحرك في الحتة الفاضية اللي هيتسيره صورة الكورة دي احمد نبيل كوكا فالراجل معناه انه هو هنا منفذ للنادي الالف خروج به مين اللي كان بيعمل ده كريم السنفات حمد فاتحي بالزبط كان بتحرك في الحتة دي فهتلاقي احمد نبيل كوكا على طول موجود بيساعد وبيقرب ناحية النادي الالف تعالى نبص على الكورة التانية فايدو كمان انه هو بيلعب برجله الشمال بص اما الراجل ننزل الراجل ماسكه بص يا كريم هيتحرك فين هيتحرك برضو في الحتة بتاعت نص المساحة ولاف وقام احمد نبيل كوكا استلامه للكورة بيقدر يحافظ على الكورة بشكل كويس جدا عشان كده بيقولك هو ليه بقى بيفضاله على الديانج اقولك حاجة بس يا ما عليش وقف هنا لحظة سوان يا شباب اقولك مفاجأة او مش مفاجأة حاجة لتتتذكرها او متذكرهاش من زمان الاهل ما عندوش لعب في نص الملعب بيلعب برجله الشمال طبعا لدرجة ان في وقت اني لعبات مانوت جوزي بس دي الناس مش هتفتكرها فكر يلعب بجلبرتو في نص الملعب عشان يستفيد بواحد في نص الملعب برجله برجله الشمال صح عشان انت بتبقى محتاج له واجبات بيمين ناحية الشمال كتير صح لعب نص ملعب برجله الشمال دي تفرق كتير ريال مدريد كان جايبوا عشان رجله الشمال فاربعة ثلاثة ثلاثة هيفرق كتير مع الفرق فاني نقطة مهمة جدا طيب احنا بتكلموا دقاتي من الراجل دايما بتحرك في انصاف المساحات وبيساعد النادي الاقلي في خروج بكورة تعال انكمل بقى الكور هنا امام عشور هياخدوا الكورة اتلاقي بكورة طويلة كريمة انت دقاتي لعب نص ملعب انت محتاج منه ايه ارجع بقى قبل ما امام عشور ما عيش انا اسف يرجع يلعب للكورة عشان عاوز ابص على التمركز لأحمد نبيل كوكا فين بص احمد نبيل كوكا فين هو اللي وراء اللعيب اللابس ازرق اللعيب مودن الفوتشر اللي وراء الحكم على طول امام عشور لقى بالكورة نكمل الكورة الكورة تلعبت عالية لبيرسي تاو اول ما الكورة هتكمل الكريم والكورة تتلعب نعيب كورة نص ملعب بيتحرك في انصاف المساحات اللي يظهر في الكادر دلوقتي عشان يقطع الكورة في الضغط العكس للنادي الاهلي نكمل الكورة اول ما مودن الفوتشر بص بقى النبيل كوكا جاي من اخر الملعب الكورة هتلعب نكمل الكورة دي بسرعتها عادي عشان الكورة دي طويلة شوية الراجل اما قطع الكورة ودى الاستحواس تاني للنادي الاهلي وهيطلع الكورة لبيرسي تاو طب النادي الاهلي هيعمل ايب الكورة النادي الاهلي امام عشور بص بقلع اف 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 اما هو عشور لما لعب الكورة بص غلط اما انا احمد نبيل كوكا فينا يا كريم عند خلطة 18 نكمل الحالة اول ما الكورة هتتلعب هتلاقي الراجل برضو هيروح وهو اللي هيستخلص الكورة وهيدي بص هو عنده فيجن وباصس الراجل ده متساب له واحده هروح يضغط ويقطع الكورة يا كريم فانت بتتكلم ان نلعب كورة مميز في نص الملعب بيديني حل في انصاف المساحات بيديني حل في الاستخلاص الكورة تعال بقى نتفرج على الشيء المميز اللي انت اتكلمت عليه وارعب رجل الشيء بص يا كريم المهارة بص يا كريم يلعب كورة الراجل يلعب كورة طويلة بمنتهى يعني الجمال لبيرسي تاو وعلى رجله الراجل السيلن بكل سهولة بص يا كريم برضو نفس الكلام هنا واحدة كمان تانية لامام عشور فيها سنس كبير جدا فانت بتتكلم على لعيب نص ملعب شبه متكامل استخلاص بيديني بيفتح بيعمل كي باصيس بيديني الراجل موجود في كل حتة بيميل دايما ناحية اي حد موجود في الملعب الراجل بص الكورة الطولية اللي عنده بص يا كريم هنا يقدر يحافظ على كورته كويس ده اللي كان دايما بيفقد الاستحواز بشكل كبير بص يا كريم الراجل عدى من واحد على واحد اهدى الكورة احسين الشحات كانت فرصة خطرة لنادي الالي فمعناها الكورة سهلة زي دي الناس ما تخدش بالها منها هو راجل حط راجل في داهر وعدى منه وفتح اللعب للنادي الالي فانت بتتكلم على لعيب استخلاص تلاقي كورة طويلة تلاقي التحامات تلاقي كل شيء ممكن تلاقي في احمد نبيل كوكا اللي متماس جدا في خروج بالكورة اتمنى اندمام احمد نبيل كوكا لمنتخب مصر انا عارف انه صعب جدا انه فيه تخمة كبيرة ولكن يا كريم معلش اما ديجي لعيب كورة يلعب في التنفسية العالية دي في كاس العالم للاندي لا لا مش بقود صعبة يخش منتخب طبعا بس الاسامة ايه انا بكلمك دلوقتي انت عندك محمد النني مران عطية محمد فتحي محمود حمادة امام عشور وزيزو بلعب في نص المال صعبة جدا كل الاسامة اللي قلتها ديت انت بطيطاش حتى تستغنع على واحد منهم حتى محمود حمادة اللي ممكن الناس لقولك ايه محمود حمادة هو يخش محمود حمادة من اكتر الناس المجتنع بيهم فهو القضرة فهو القضرة بالكصة دي طيب